هذا شهر أنا سعيدة فيه جدا شهر الحقيقة المرأة يعني مستحوظة على الشهر كله يوم المرأة العالمي يوم المرأة المصرية النهاردة بقى فيه خبر جميل جدا 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 مصر بيه بتاختو خطوات ناحية التقدم بحقيقي وناحية تمكين المرأة في كل المجالات المرأة بقت في كل حاجات بناء على توجهات السيد الرئيس المرأة النهاردة بتتعين في مجلس الدولة والنيابة العامة يعني شيء بجد مفرح حلو جدا جدا ويدعو للفخر ويمكن كمان النهاردة أصدر مجلس الدولة بيان ألفي إنه بادر فورا بتاريخ العاشر من مارس بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة عن طريق نقلهم لمجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب أو وظيفة النائب بالمجلس مما يدعو إلى الفخر وكمان رحب مجلس الدولة النهاردة بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة وقرر إنه فور صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالتعيين سيبدأ العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضية الدولة بالقسم القضائي بالمجلس حاجة يعني حاجة حلوة جدا ما كناش نحلم بيها على فكرة في الفترات اللي فاتت يمكن إحنا في الفترات اللي فاتت ناس كتير أو بعض الرجال كان دايما بيتخيلوا إن إحنا مش هنقدر نوصل للمراكز دي ولكن بدعم كبير من سيد رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي فخمته بجد يعني حقيقة حسسنا بقمتنا حسسنا إن إحنا فعلا لنا إيد في تغيير التاريخ ولنا إيد في تغيير الوطن للأحسن طبعا ده حقيقي مناصب ما كناش نتخيل إحنا شفنا المحافظات عملوا إيه في محافظاتهم الحقيقة وكانوا دايما موجودين في الشارع مش قاعدين في مكاتبه بس وحققوا إنجازات كبيرة جدا كل المناصب المرأة بتثبت فيها نفسها والحمد لله إن إحنا وصلنا إن إحنا عايشنا المرحلة دي يعني في الوقت اللي إحنا معايشين فيه مصبوط ما كناش بنحلم بالكلام ده بزرعة ما كانش حتى جاي في خيالنا فعلا لا إحنا الفترة دي الحمد لله يعني فعلا اللي حصل تمكين للمرأة ده حقيقي شفنا كمان الوزيرات يعني هجب نتكلم عن المحافظات لكننا هجب كمان شفنا الوزيرات وقد إيه شغلهم ومجوداتهم بين على الأرض يمكن فكرة مثلا حتى وزيرة الصحة يعني دلوقتي بمجوداتها والأزمة اللي مرنا بيها اللي عالم كله مر بيها وكيفية إدارتها للأزمة في الفترة الحالية ونحن الحمد لله في مصر وضعنا أحسن بكتير من وضع دول كتير جدا جدا في أزمة كورونا ده برضو يخلينا نفتخر ونقول هي دي السيدة المصرية هي دي البطلة اللي دايما بتظهر في وقت الشدة وبتغير الكون حواليها ده غير بقى المرأة اللي في البيت غير الأم اللي واخد بالها إزاي من نضافة بيتها وإزاي من أولادها وإزاي من زوجها وإزاي من نفسها علشان ما تحملش الفيروس وبالتالي يتادي لكل أفراد الأسرة الحقيقة المرأة المصرية برضو بجد حاجة فخر بحقيقة فخر كل الوطن العربي